الدين فيه توابط لا يتغير لا يمكن أن تغير الدين وهنا يتصادم مفهوم العدل بالمعنى المتداول والمعنى الحقيقي الذي يرتبط بالإنسان وتطور الإنسان وبالتالي الإنسان دائما في بحث عن قوانين تحقق له العدل وهذا يقتضي تغيير القوانين بتغيير المصلحة وتغيير الحاجة لكن نحن مع كامل أسف عندما نواجه الشيوخ ونتحدث معهم على هذا يقول لك العدل تابت ولا يحقق إلا بتلك النصوص الدينية